الأزمة في تعز تسير إلى نهايتها مع اقتراب استكمال تسليم المقرات الحكومية والمنشآت الخدمية قبل هذه الخطوات الكثير من التجاذبات والمراوحات حدثت لكنها أفضت في الأخير إلى بداية حقيقية للتسوية عدة اجتماعات وتوقع اتفاقات جرت خلال اليومين الماضيين ولعل في ذلك كلمة السر وفكرة الدولة برئاسة محافظ المحافظة أمين محمود الذي ترأس عددا من اللقاءات المتواصلة بين مختلف القيادات العسكرية على ضوئها تجري التفاهمات وتوقيع الاتفاقات نحو 21 مقرا كانت تسيطر عليها جماعة أبو العباس وهو فصيل من المقاومة جرى لاحقا استيعابه ضمن الجيش الوطني وسلمت الجماعة المباني في المربع الأمني بقلب المدينة كمرحلة أولية مثل هذه المقرات وضعفها أيضا تتقاسمها فصائل أخرى تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح والذي يسيطر على نحو 60 مقرا ومنشأة حكومية وبحسب مصادر عسكرية فإن المرحلة الثانية من الاستلام والتسليم تتولاها القوات الخاصة والحماية الرئاسية والشرطة العسكرية قد بدأت في الجهات الغربية ووسط المدينة وعلى الأطراف إذن في تعز لجنتان لمهمة واحدة لجنة عسكرية إشرافية بقيادة نائب رئيس هيئة الأركان اللوى صالح الزنداني وأخرى تنفيذية يرأسها وكيل المحافظة عارف جامل تعمل جميعها على استكمال مهام التهديئة وإعادة المكاتب الخدمية إلى عملها لكن هل كان ثمت ما يستدعي كل هذه التحركات؟ ربما فخلال الفترة الماضية تعثرت جهود السلطة المحلية ومؤسسات الدولة وظلت خارج الخدمة بالإضافة إلى الجوانب الأخرى كالأمن والذي ترتب عليه مشاكل كثيرة أدت إلى اندلاع مواجهات عسكرية أكثر من مرة يرى مراقبون أن عجلة التغيير دارت في المحافظة الأطول حربا والأكثر خسارة من الانقلاب فلا شك أن ترجمة لقاءات هذه الجهود ستسهم في إخراج المحافظة من مأزق الأزمة الحالية